بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة جريت فور تعالوا نكمل سوا لسون فور وآخر حتة كده صغنونا في لسون فايف علشان هو حتة صغنونا أصلا ونخلص كلامنا سوا في كونسبت اتو ونعرف كل حاجة عن الفيول زي ما متفيه بس ما تنسوش لو دي أول مرة تشوفونا يريد تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير وكومنت على الفيديو وتنضموا لينا على الفيسبوك الجروف والبيج وكمان التليجرام كل اللينكات دي هتلاقوها في سندوا الوصف تحت الفيديو يلا سوا نخلص آخر بارت من كونسبت ترو كنا تكلمنا من أول الكونسبت ده قد إيه الفيول مهم في حياتنا وبيدينا إينرجي ونقدر من الثيرمل إينرجي اللي بيديهاني لما عمل بيرنينج يديني أي إينرجي تانية زي في الإلكتريك باور ستيشن اديهاني بدلها إلكتوريستي وقدرت بالإلكتوريستي دي أماشي الدنيا والدنيا كانت تامية طلعت الفيول دي كل الفيول مهمة قوي وحلوة قوي بس للأسف هي ليها نيجاتيب إفكت أو نيجاتيب إمباكت على اللايف بتاعتنا وخصوصا يبان قوي في البيج ستيش وهو ده اللي حنتكلم عنه النهار حنتكلم عن الانفيرومينتال بروبلمز اللي حصلت في البيج ستيش نتيجة الفيول بيرنينج الكتير ايش معنى يميز في البيج ستيش هقول لك علشان كل ما الناس بتزيد وكل ما احنا محتاجين حاجات أكتر محتاجين industrial activities أكتر agriculture activities أكتر حتى transportation هنتنقل ونركب عربيات ونركب بصات وميكروبصات كتير قوي وده طبعا هيعملني pollution problems كتير ايه الكوزس of pollution في البيج ستيش دي أول point هنتكلم عنها النهار عندنا ثلاث حاجات مهمين قوي بيعملولنا للأسف pollution في الenvironment بتاعت أول مشكلة وهي السموج اللي produce من burning of fuel وبتعمل pollution للإير ايه كده مصنع جميل شغال وبينتج لي حاجات انا عايزاه بس للأسف بيطلع لي smug كتير قوي نتيجة burning الدخان الاسود اللي طالع ده نتيجة burning بتاع fossil fuel يعمل لي pollution للإير الاسموج ده ممكن يكون جايل لي بقى من المصنع ممكن يكون جايل لي من حاجات تانية عربيات مثلا مش مش كويسة الأجهزة فيها اللي بتشيل العوادم دي مش شغالة فعمالة تطلع لي الاسموج ده كل ده بيعمل لي pollution في الإير بتاعي كمان البستي سايد بستي سايد اللي هي المبيدات الحشرية اللي بنستخدمها دي في الفورم طب دي حلوة يا ميس دي بتموتلي الحشرات السغنونة اللي بتقتلي الزرع بتاعي أو اللي تبوزلي الزرع بتاعي بس المشكلة في حاجة تانية المشكلة أن البستي سايد دي عبارة عن كيميكالز كيميكالز دي هتمشي مع السويل وتنزل فتعملي برافو عليك سويل pollution والسويل دي هتوسل المية في الآخر للمجرى الكبير اللي المية ماشية فيه هتعملي كمان ووتر يبقى والبستي سايد عملتلي صويل ووتر بيليوشن طب والكيميكالز اللي بنستخدمها في الفاكتوريز مثلا حضرتك دي بتعمل بقى بيليوشن لكل حاجة هتعمل بيليوشن للإير اللي طالع حواليها اهو عمل لي بيليوشن للووتر عشان الويستس اللي فيها دي هارثريمي في الووتر والصويل اللي حواليها بص الكيميكالز بتاعة الفاكتوريز عملتلي الثلاثة بيليوشن اير ووتر والصويل طب دي الحاجات دي وحشة قوي يا ميس ليه يا ميس يعني ليه ليه وحشة ايه المشكلة لو الاير بقى فيه بيليوشن يعني هيحصل لنا ايه لا ده يحصل لنا مشكلة كبيرة قوي تعالوا نشوف الايفكت او الامباكت بتاع الاير بيليوشن ده على الهيومن لو والله من غير ما نتكلم كده تعالوا جرب اوقف في مكان في دخان كتير هتلاقي اول حاجة عينيك بدأت تحرقك كده وعايز تغرش فيها وعملت كحكح كده ايه بالزبط كده اللي وخصوصا بتاعة الكار بتعملي حاجة اسمها ايريتيشن يعني تهيق كده تحس ان عينك بتاكلك كده عايز تهرش فيها او اللونج بتاعتك مضيقات كده اه في الايز واللونج طيب مش بس كده السموك دي جواها او هي شايلة حاجات صغنونة خالص وانا بعمل بريث وبتنفس عادي جدا الحاجات الصغنونة دي هتدخل جوه هتعملي ايريتيشن لللونج زي ما قلنا من شوية وممكن بعد الشر تعمل دامج في الريسبيراتوري سيستمز تيشو يعني التيشو او السيلز اللي جوه في الريسبيراتوري سيستمز بتاعدي ممكن يحصل لها دامج نتيجة شوية السموك اللي دخلولي وانا بعمل ريسبيريشن علشان الير بتاعي عنده بليوشن طيب ده طلع الموضوع صعب قوي امي طيب في حاجات تانية افكت تانية نتيجة البرنينج بتاع الفوصل فيول والبليوشن ده اه الموضوع فعلا كبير مش جاي بس على شوية اريتيشن وشوية دامج في الريسبيراتوري سيستمز يقولك بص يا سيد بيرنينج الفوصل فيول ده على قد ما هو بيديني ثيرمال انرجي واقدر اعمل بيها جنريت للاللكتريك انرجي لكن هي كمان بتعمل بليوش والكار والشب ومحتاجين علشان نشغل بيوتنا كمان بالاللكتريك الهاوسز بتاعتنا والسكول والفاكتوري كل ده محتاجة كمان اللكتريك وعلشان نجيب الالكتريك اتفقنا ان انا قدامي حل من حلي يا اما استخدم الفوصل فيول وده اللي اتكلمنا عنه لحد دلوقتي يا اما زي ما هنتكلم في الكونسبت جديد هنتكلم عن استخدام ال Renewable Sources of Energy في الالكتريستي لكن احنا لحد دلوقتي فاهمين ان احنا هنستخدم الفوصل فيول بتاعنا اللي هو اسمه كول او او ناترال جاز وعمل له جوه الالكتريك باور ستيشن يديني الالكتريستي يديني الالكتريستي بس عمالي البليوشن اللي بنتكلم علي الالكتريستي دي هننقلها بعد كده في الواير وانوديها للمكان اللي احنا عايزين هلوة الالكتريستي جميلة الالكتريستي طب والفوصل فيول بيرنينج ده عمل لنا ايه عمل لنا مشكلة كبيرة جدا وهو انه بيطلع لي جاز شرير اسمه Carbon Dioxide الشرير بتاعنا اللي هو Carbon Dioxide ده قادر يعمل لي مشكلتين كبار المشكلة الاولى اسمها Acid Rain والمشكلة التانية اسمها Global Warming يعني ايه Acid Rain ويعني ايه Global Warming تعالوا نفهم افضل الطبيعي يا شباب ان الرين بتنزل ازاي الصن بتعمل ليفابوريت للووتر اللي موجودة في السي وبعد كده الووتر فوق يحصل لها Condensation وتنزل تاني على شكل الرين اخدتوا الكلام ده في الكوننكت والكوننكت بلاس الكام سنة اللي فات طيب الحدودة كانت ماشية تمام خالص لغاية ما بقى عندي في الair بتاعي Carbon Dioxide كتير في شوية الووتر وهم طلعين كده يعني حصل لهم Evaporation و Condensation مسك فيهم شوية Carbon Dioxide يعني Carbon Dioxide دلوقتي عمل Combine او عمل Unite مع الووتر اللي في الair وساعتها الرين اللي نزلة مش هتبقى رين عادية ده هتبقى اسمها Acid Rain اعميس المشكلة في ال Acid Rain Carbon Dioxide لما يدوب في شوية الووتر يعني يعملي مشكلة كبيرة قوي اقولك بص يا سيدي انا هقولك المشكلة وانت اقول لي يا كبيرة ولا لا اول حاجة الرين دي لما تنزل على Tree لما تنزل على شجر كده الشجر ده يموت يا خبرة بيدي اول مشكلة طب لو نزل يا ميس على ليك بحيرة مية كده فيها شوية فش قالك بص حيعمل تشينج للكيميكال نيتشر بتاع الليك حيبوز المية اللي جوه الليك دي والفش اللي في الليك دي حيموت طب مش هيقع ربنا ستر ومش هيقع ولا على Tree ولا على بوند او ليك هيقع على صويل عدية اهو هيعمل تشينج برضو في الكيميكال نيتشر بتاع السويل ويبوز خلاص يا ميس ولا وقع على Tree ولا على ليك ولا على سويل ده وقع على مبنى كده احنا بنين قالك بص الاسد ريندي عندها الابلت انها دي زول الروكس اللي عاملين منها البيلدن تدوب الروكس تدوب الطوب اللي عاملين منه البيلدن يا خبار بيطلعت الاسد ريندي اللي جاية من الشرير اللي اسمه carbon dioxide عامل لنا مشاكل كتيرة جدا على ال Tree Death والووتر والسويل عمل تشينج في النيتشر بتاعهم وعلى البيلدن عمل الديزولف للبيلدن روكس طيب المشكلة التانية يميس اسمها ايه اسمها Global Warming ودي باينا من اسمها Global يعني علينا كلنا مش على بلدنا بس لا ده على ال Global كلها على العالم كله على ال Earth كلها Warming جاية من كلمة Warm يعني دافي اه حصل فعل شوية carbon dioxide اللي عملين بيزيدوا دول الشرير اللي عمل بيزيدوا عندنا ده عارفت تعمل حاجة صعبة قوي عارفت تعمل Trap للهيت يعني ايه Trap للهيت يعني حبست الهيت معانا جوه عند ال Earth ال Earth الطبيعي انها تاخد الهيت من الصن وبعدين اللي مش عايزها ترجع ترميها تاني بره ال Carbon dioxide لما زاد عمل كده حاجز كأنه قال الهيت لا انت دخلت ما انتش طلعة تاني بقى انت محبوسة معايا هين فعمل Trap للهيت ده وده خلّه يحصل ريز ريز في ريز ريز يعني شوية الفاصل فيول اللي عمالين نعمل لهم بيرنينج كل شوية علشان جنريتر الالكتريستي لازم تقل طور يا سيدي على طريقة تانية تعملك الالكتريستي من غير ما تعمل بيرنينج للفاصل فيول دي وده زي ما اتفقنا اللي حنشوفه في الكونسبت اللي جاء شوية البرنينج وفاصل فيول اللي بنعملهم نعمل لهم ديكريز يحصل ايه؟ الكاربون دايوكسايد كمان ديكريز والبيليوتانت اللي في الاير هي كمان ديكريز تبقى حلوة قوي دي قالك بص كلمة كونسيرف الانيرجي اللي احنا عمالين بنقول عليها مش بس هتقللك البليوشن دي كمان هتعملك سيف او كونسيرف لشوية النان رينيوف والفاصل فيول اللي انت محتاجه وتخليلك الارث كمان كلين ما فيهاش البليوشن ده كونسيرفينج فاصل فيول نعمله ازاي؟ اتفقنا عندي كزا طريق الطريقة الاولانية نعمل كونسيرفينج للفاصل فيول ليه وازاي؟ ليه؟ هقول لك كزا سبب السبب الاولان يا سيدي ان هم على الايرث بتاعتنا هم مش كتير قوي هم حبسوا غنونية فلو قعدنا خلصناهم كده الموضوع هيخلص وخصوصا ان احنا عرفنا ان هم يعني بيحصل لها يعني لو خلص النهاردة فانا محتاجة مليونز افير على شان اجيب زيهم تاني مش اول ما خلصها او اول ما استخدمها هتطلع لي تاني منه يبقى علشان كده هنعمل الريديوز للإفكت ده لانها لو ما عملناش الريديوز دي هيحصل لها ران اعوت هتخلص قول خلاص يميس اقتنعا نعمل بقى كونسيرفر للفاصل فيول ده ازاي؟ اهم حاجة مش لازم تركب عربية ونت رايح السوبر ماركت اللي جنب ممكن تاخدها ماشي ممكن تستخدم البايسكل بتاعتك وانت قاعد في غوضة ولو مش محتاج النور اتفي النور من اماما ماشي تقول طول النهار اتفي نور القضاء بتاعتك فاتح التلفزيون ليه لما اشي بتتفرج عليه وهكذا وطبعا الدولة بقى المفروض تعمل ريبليسنج للفاصل فيول بيرينيوب والإنرجي زي الووتر وزي الويند وزي السولر إنرجي والتلاتة دول بالتحديد اللي حنتكلم عنهم الكونسيبت الجاي ونعرف ازاي اقدر استخدمهم واجيب منهم إلكتريك إنرجي بطريقة وبقى دلوقتي فهمنا ان الفاصل فيول لما عملنا له بيرنينج طلع لي جانز شريرة خالص منهم وأهمهم الأستاذ اللي اسمه كاربون دايوكسايد عمل لي air pollution وعمل لي تراب للهيت زي ما قلنا عمل لي global warming وده ازود لي temperature بتاعت الأير وعمل لي change للكلايمت بتاعنا using الرينيوبول resources of energy بدل الفاصل فيول ده معناه ان الرينيوبول كده كده مش هتخلص وكمان النون رينيوبول حافظ عليها شوية وما فيش بيليوشن هيحصل وما فيش increase في temperature هتحصل دي كل حاجة فيها كويسة يميز طب وحنا إيه اللي موقفنا ونشتغل خلاص بالرينيوبول اكتر شوية من الفاصل فيول بس خلاص زي ما اتفقنا حنافها في الconcept اللي جاي ازاي نحل المشكلة دي زي ما اتفقنا lesson 5 ما فيهوش حاجة هو مش lesson هو بس جمع لك فكرة الرينيوبول والنن رينيوبول resources of energy تعالوا نشوفها بالمرة آدي يا سيدي حكالك ان انت عندك رينيوبول energy و نن رينيوبول resources of energy طبعا من الرينيوبول اللي حافظينهم solar والووتر والويند طب يا ميس من الرينيوبول دول وحافظين من lesson 1 الكول والجازولين والايل والناترالجاز نن رينيوبول اللي محتاجين نأكد عليهم هما الاتنين دول التشاركول والوود التنين دول كانوا يعني من الرينيوبول resources of energy وخلي بالك التشاركول ده اللي معمول من الوود أصلا ده اخو الكول بس ده رينيوبول وده نن رينيوبول ده فوق الارث وده تحت الارث ده بايو فيول وده فصل فيول بس كده خلص كمان معانا lesson 5 بكده حبابي نكون خلصنا الconcept كله أتمنى يكون أسهل وأبسط ذكروا كويس وأتمنى لكم كل التوفيق ترجمة نانسي قنقر